نتكلم عن ما يحدث في اوكرانيا وروسيا. وآآ آآ آآ بيتكلم عن فرار جماعي للقوات المسلحة لنظام كييف آآ بفرار من الخدمة. اولا نبدأ تحياتي لكم والسلام عليكم. آآ ايران تجري مناورات برية مشتركة مع دولة خارجية وانصار الله تعالى نتنفيذ عمليتين عسكريتين آآ آآ وانشوف دلوقتي ايضا عملية آآ آآ في البحر آآ آآ احمد نسمع العميد يحيى سريع ونلقى نكمل. بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم صدق الله العظيم. انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الباسلتين الفلسطينية واللبنانية. استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية. هدفا عسكريا للعدو الاسرائيلي في منطقة يافا المحتلة. وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا. وكذلك استهدف اهدافا عسكرية في منطقة ام الرشراش. ايلاد باربع طائرات مسيرة النوع صماد اربعة. وقد حققت العمليتان بعون الله تعالى اهدافهما بنجاح. ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية. عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة النوع قدس خمسة. وقد تمكنت الصواريخ من الوصول الى اهدافها بنجاح. وستتكتم العدو عن نتائج العملية. ان القوات المسلحة اليمنية تبارك عملية الوعد الصادق الايرانية الثانية. ضد العدو الاسرائيلي. وتؤكد استعدادها للمشاركة في اي عمليات عسكرية مشتركة. ضد العدو الاسرائيلي. انتصارا للشعبين الفلسطيني واللبناني. وردا على اي عدوان اسرائيلي يطال جبهات الاسناد. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية. ان استمرار الدعم الامريكي والبريطاني للعدو الاسرائيلي. يضع المصالح الامريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار. وانها لن تتردد بعون الله تعالى في توسع عملياتها العسكرية. ضد العدو الاسرائيلي. او من يقف خلفه حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. وكذلك وقف العدوان على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلة. والنصر لليمني. ولكل احرار الامة. صنعاء التاسع والعشرين من ربيع الاول الف واربعمية وستة واربعين للهجرة. الموافق للثاني من اكتوبر الفين واربعة وعشرين. صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بعد ان استمعنا العميد يا حيسرائي. اه اعلام اوكراني يتحدث عن فرار جماعي للقوات المسلحة للنظام كيب عن الخدمة. والكلام ده اه. قال لك الفرار من القوات الاوكرانية في النصف الثاني من هذا العام انتشر على نطاق واسع. يعني الناس اللي في الخدمة ممكن يهربوا وممكن كمان ما يروحوش اصلا. ومقال منشور قال لك مشكلة فرار الجيش الاوكراني من الخدمة على النطاق واسع حدثت منذ بداية الحرب ولكن كانت بوتيرة اقل. ولكن في النصف الثاني من عام الفين اتبعة وعشرين اصبحت منتشرة على نطاق واسع. والبيان قال لك في عام الفين تلاتة وعشرين ادين الف خمسمية سبعة وسبعين عسكريا بتهم التخلي غير المصرح به عن الوحدات العسكرية والفرار من الخدمة. دي قضايا اه موثقة. لكن هذا مجرد غيظ غيظ من فيض. والبيان قال لك ان اشخاص متوضطين في التهريب وفي ناس كمان بتدي شعايد صحية ويعني غير قانونية. وناس متعاربين يعني متورطين في التهريب عبر الحدود. وانتو عارفين اني رئيس النيسكي اقال ناس بتهم انها بتدي شهادات صحية وبتهرب اللي عايزين الفرار. يعني اه الشعب في اوكرانيا غير مقتنع في قصة الحرب يعني اللي يقدر يهرب او يقدر يفرر من الجيش يعتبر عمل انجاز لنفسه. واحد الفررين الاوكرانيين قال لك بمرور الوقت يتراكم التعب بالاضافة انك لا تزال ترى الناس يموتون. ويصبحون مصابين بالشلل من حولك لكن الشيء الاكثر اهمية هو من غير الواضح تماما كيف سينتهي الحرب وكيف سينتهي كل ذلك. يعني ما شايفينش بصيص من الامل حول انتهاء الحرب لذلك الناس ما عندهاش اي ثقة في اه هذه الحرب. طيب اه تم تعيين امين عام لحلف شمال الاطلسي حلف الناتو مارك روتا يتسلم رسميا مهام منصبه اه خلفا ليينس ستولنبرج. واه اول تصريح للامين العام الجديد قال لك ان اوكرانيا اه وزيادة الانفاق الدفاع للحلف ضمن اولوياته. اضاف ان اوكرانيا يجب ان تحصل على عضوية الحلف العصى والجزرة. يعني اما شغليني ولا خلاصا ضموكم للحزب للحلف اه شمال الاطلسي. وآآ يعني اه اه يعني تكملوا معانا وكده. الدفاعات الرسية بتقول لك دمرنا ثم المسائرات الاوكرانية فوق اراضي بولوغراد. بالمناسبة تم تحرير مدينة بولوغراد ودي تمثل اهمية كبيرة جدا للقوات المسلحة الروسية. وآآ يتم التحضير لاستفزاز بالاسلحة الكيموية في سوريا. ده الاستخبارات الروسية بتقول كده. بتقول لك يتم التحضير لاستفزاز بالاسلحة الكيموية في سوريا من قبل اجهزة استخبارات دول الناتو واوكرانيا بالتعاون مع جامعات في ادلب. والكلام ده علشان يتهموا آآ روسيا بانها هي التي قامت باستخدام الاسلحة الكيموية. وعلى حد آآ يعني آآ تعبير الاستخبارات الروسية لك سيقوم ناشطون من الخوات البيضاء بتسجيل فيديو يسمى بعواقب الحادث وانسال نداء مناسب الى المنظمات الدولية بالاضافة لشهادات يزعم انها من مدنيين والقال لهم على سوريا وروسيا فيما حدث. طيب ده آآ آآ يعني آآ ايضا تم آآ اطلاق النار على قاعدة للصواريخ استهدفت القاعدة آآ الامريكية في مطار بغداد والجديد بقى انه آآ تم العصور على قاعدة اطلاق الصواريخ التي استهدفت قاعدة التحالف آآ هي قاعدة فكتوريا في مطار بغداد يعني وهذه المكان اللي كان بيطلق على القاعدة الامريكية آآ عندنا صورة لبيروت وجمالها وموقعها على ناصية في البحر المتوسط البحر الابير المتوسط ويقول لك دي بيروت اللي بيحاولوا يدمروها زي ما دمروا غزة لبنان الجميلة ربنا يحفظها ان شاء الله. طبعا اتكلمنا عن آآ الهجوم الايراني وآآ احقق كهدف كثيرة اللي ما شافش الفيديو السابق يشوفه آآ ترامب يصف الهجوم الصاروخ الايراني على اسرائيل بالحرب. وآآ وصف رئيس الامريكي آآ السابق والمرشع للانتخابات الرئيسية دونالد ترامب بالحجوم الصاروخ الايراني على اسرائيل بانه حرب. وكتب ترامب عبر آآ حسابه على مناصة تروس شوسيل تعليقا عن الهجوم الايراني كان من الممكن من مع هذه الحرب تماما. وكانها البغي لها ان لا تحدث ابدا. واعلم عن ثقته في ان الوضع الحال لم يكن لا يحدث لو كان يرأس الولايات المتحدة الامريكية. طبعا ده كلها بيانات آآ الانتخابية وكده. آآ لكن المهم بقى ان الرئيس بايدن يأمر الجيش الامريكي بمساعدة اسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الايرانية او ايه هجمات اخرى. وده آآ يعني الجيش الامريكي دخل مع آآ اسرائيل مباشر على حسب آآ يعني قرار الرئيس الامريكي. واكد البيت الابيض ان الرئيس جيو بايدن امر الجيش الامريكي بمساعدة اسرائيل في دفاعها ضد الهجمات الايرانية او الهجمات اللبنانية او ايه هجمات طبعا. ونقل كرسال اعلام غربية انا عن باريس جيو بايدن اصدر امره الجيش بمساعدة اسرائيل. والتي آآ بدأتها في وقتٍ سابق. انت عارفين اني ايران اطلقت متين صاروخ والبعض بيقول متين وخمسين اللي وصل منهم تمانين. وده عدد مش قليل ده يثبت اني ايران ادعى توصل لكل منطقة في الاراضي المحتلة. وايضا تقدر توصل آآ آآ يعني رغم القبة الحديدية ورغم دفاع الولايات المتحدة معها وكده. فهنا ده مؤشر مش آآ مش سهل كون اني ايران وصلت بصواريخ كهذه. والرئيس الايراني بيقول لك نحن لسنا دعاة حرب. آآ ونقف بوجه اي تهديد بحزم. الرئيس الايراني مسعود بركشان قال لك ان بلاده ليست من دعاة الحرب. لكنها تقف بحزم في وجه اي تهديد. آآ موجهة رسالة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياو بان ايران ليست من دعاة حرب. دي كانت رسالة. وآآ وقال لك اني بندفع عن نفس عن انفسنا دفاعا بالحقوق المشروعة. وشدد الرئيس الايراني على ان هذه الاجراءة جاء دفاعا عن مصالح المواطنين الايرانيين. وهذا جزء فحسب بحسب يعني فحسب من قدرتنا ولا تدخله في المواجهة مع ايران. ده تهديد آآ من ايران بيقول لهم يعني آآ لو دخلتوا معنا في المواجهة تانية الرد التاني. والمتحدث باسم الجيش الاسرائيل كتفاق سابق انه تم اطلاق طبعا صواريخ ميتين ومئة وتمانين صالوخ. واصابت والبعض بيقول لك يعني فيه تمانية آآ قتلوا واكثر من سبعة اصيبوا. والبعض بيقارن بين صواريخ التي اطلقت آآ من ايران على سوريا والصواريخ التي اطلقت من ايران بيقول لك النتائج ضعيفة. لا دي صواريخ تم صدها اغلب الصواريخ تم صدها كان ميتين وتمانين صاروخ صده حوالي اكثر من مية واربعين صاروخ ولا عدد زي كده. فاللي سقط سقط اجسام يعني آآ آآ قتلة حديدية فقط فما اثرتش غير في الارض اللي سقطت عليها. ولكن آآ بالنسبة لسوريا طبعا كل الصواريخ التي اطلقت انفجرت هذا هو الفرق. تحياتي لكم. اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد محدسكم زريف العديد تحياتي.